السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا بيان للإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني كتبه بتاريخ الثامن والعشرون من شهر ذو الحجة لسنة ألف واربعمائة وثلاثين للهجرة الموافق الخامس عشر من شهر ديسمبر لسنة ألفين وتسعة عنوان البيان هو يا أيها المظفر فهل تعلم لماذا جعل الله صاحب الدرجة العالية مجهولا؟ بسم الله الرحمن الرحيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عبيد الله الصالحين في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين أخي المظفر إنما المهدي المنتظر عبد من عبيد الله الصالحين حنيفا مسلمة وما أنا من المشركين من الذين فرقوا دينهم شيعة وكل حزب بما لديهم فرحون وقال الله تعالى وَلَتَكُونُكَ الَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ مَعْ ذَهَبٌ عَظِيمٌ صدق الله العظيم ويا أيها المظفر فهل تعلم لماذا جعل الله صاحب الدرجة العالية مجهولا؟ وذلك ليس إلا لكي يتم التنافس من كافة عبيد الله من أهل السماوات والأرض من الإنس والجن والملائكة وغيرهم من الأمم العابدين كما أفتاكم محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن عند الله درجة تسمى الوسيلة وهي أرفع درجة في الجنان وأقرب درجة إلى عرش الرحمن ولم يفتكم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن صاحبها من الإنس ولا من الجن ولا من الملائكة بل أفتاكم أنه عبد من عبيد الله وإنما يرجو جد محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون ذلك العبد كما يرجو غيره من عبيد الله المتنافسين من الإنس والجن والملائكة وقال الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا صدق الله العظيم فانظروا إلى قول الله تعالى أيهم أقرب صدق الله العظيم إذن فصاحبها عبد مجهول ولم يتم تحديده ليبطل التنافس ولكنه جعله الله مجهولا لكي يستمر التنافس في حب الله وقربه وبشرت بها وعادت المجهول فلا حاجة لي بها بل أريد تحقيق النعيم الأعظم منها ولا يزال صاحبها إلى حد الآن مجهولا ولم يتم إعلان النتيجة عن أحب عبد وأقرب عبد إلى رب العرش العظيم فلا يزال مجهولا لكي يتم التنافس في حب الله وقربه إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين فتعلن النتيجة بين عبيد الله جميعا بل حتى ملائكة الرحمن يتنافسون في حب الله وقربه أيهم أقرب ويحكم الله بين ملائكته فيعطي كل منهم مقامه المعلوم من غير ظلم ولا يذرم ربك أحدا وقال الله تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم فانظروا لقول الله تعالى وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم أي ملائكة الرحمن المتنافسون في حب الله وقربه وما منهم إلا وله مقام معلوم حسب درجته في حب ربه وقربه ولم تجدهم فضل جبريل عليه الصلاة والسلام أو استيأسوا أنه هو من سوف يفوز بأقرب درجة في حب الله وقربه فهم يعلمون أنه عبد مجهول وقد يكون من الملائكة وقد يكون من الجن وقد يكون من الأنس وجميع عبيد الله متنافسون على ربهم أيهم أحب وأقرب ولن يخسر المنافس شيئا وأضعف الإيمان سوف يتجاوز عن أهل اليمين إلى درجات المقربين من رب العالمين وليست عند الله مجاملة سبحانه وليس للإنسان إلا ما سعى وقال الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى صدق الله العظيم إذن كل مرء بما كسب رهين تصديقا لقول الله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بمن ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرء بما كسب رهين صدق الله العظيم فماذا تتمنى أيها المظفر فاعلم أن بيد الله ملكوت الآخرة والأولى فاعبد الله ونافس في حبه وقربه بغض النظر عن ملكوته سبحانه وربك أكرم الأكرمين وقال الله تعالى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى صدق الله العظيم وما المهدي منتظر إلا عبد من عبيد الله المسلمين لربه ينافس عباده في حبه وقربه فأجب دعوته ونافس في حب الله وقربه فما يدريك أن يفوز بأقرب درجة في حب الله وقربه هو المظفر فيكون أحب إلى الله وأقرب من المهدي المنتظر فالعلم عند الله وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أخ المتنافسين في حب الله وقربه عبد النعيم الأعظم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني ترجمة نانسي قنقر